ريحة رمضان على ملعيك فهم رأي الحكومة وكذا في الظرف هذا ولكن يبدو أن هناك كثير من الارتجال كما قلت سابقا الموجة الثانية سبقتناها الموجة الأولى سبقتناها والموجة الثانية سبقتنا واثنين الوضع السياسي في البلاد مسعدش على تركيز على الأزمة الصحية وهذا ملكانه مصدر ربما الضعف أو عناصر الضعف اللي كانت موجودة ولذلك بقينا اللي أحكو في الأحداث يعني يلزمنا نستخلص الدروس في الموضوع فلم نمارس سياسة الاستباق بقدر ما أنه مارسنا سياسة الملاحقة الأساسي أنه بهم هل أنه كان مناسب مثلاك جي يوم جمعة تعلن أنه فما حجر صحي يبدأ أنه لحده ومنع جوالين ولي مدة أسبوع وتسكر البلاد هكذا هكذا بجرة قلم تكلمه سياسة طوال أمام الأرقام اللي بدأت متساعدة جدا أنا الحكومة خذت هذا القرار اللي لو كانت ظروفنا الاقتصادية جيدة ما كانش يثير الجدلة ذاك كانت تثير التعويضات للتجار لإضعاف الحال إلى غير ذلك لكن على كل تخذ القرار واضح أنه الاحترام ممتاعه ما هو شيء بنسبة 100% أنا ثم ذمر كان بالإمكان ربما نخليه إلى يوم العيد يبدأ الحجر من يوم العيد ونمدوه إلى ما بعد التاريخ اللي حطوه ونعوض هذا قبل يوم العيد برقابة صار موقوية في لبسان الماسك في التخفيف من الاكتظار إلى غير ذلك ولكن كما قلت يعني هذا اجتهاد في النهاية والاجتهاد هو عملي الترجح هل اجتهاد هذا والوضع هذا يجي في ظرف اقتصادي صعيب يجي في ظرف مالي صعب جدا للبلاد أنت عبت في المكة كنت وزير واليوم قيادي بحركة النهضة بالحزب ربما هو اللي ماسك بهذه الحكومة اللي ماسك بهذا نوع من التوازن السياسي في البلاد أيضا مع رئاسة الجمهورية مع داخل البارلة معين التوازنات كذا كيفاش نسا خايف من الإفلاس ولا لأنه نستحكى لإفلاس من هنا لجوان القاتم يعني الإفلاس إذا كانت تقصد بيه العجز على الدفع القروض الخارجية وشراء القمح وشراء البترول وشراء الأشياء الاستراتيجية فهذا ورد هذا احتمال ورد ويجمون نصارحه الشعب ولكن نصارحه السياسي اللي قاعدين الآن في بعض الأحيان النقص وفي جنس الملايك أذكوره ولا أنثه فبالتالي ثم شبح هذا وربما ثم جهات في البلاد قاعدة تخدم على قضم الوقت من أجل أن يأتي هذا السيناريو لأن تراها رصيدة سياسي من أجل ميطلع كان بتفليس البلاد وهذاك علشان ندعو كل الغيورين على البلاد كل الناس اللي عندها معقولية في أدانة باش اتربحها البلاد الوقت ونوجدوا حلول المشاكلنا في أسرع وقت ممكن باش نركزوا على الملف التنموي والمالي والصحي للبلاد أنا كان عندي تخوف عندما كنت في الوزارة وبداية الاحتيكاكات السياسية قلت أخشى من وقت تلتقي علينا فيه الأزمة الصحية مع الأزمة المالية مع الأزمة السياسية وأذكر ذلك التصريح وهنا نعيش فيه الآن مثلا ماش كان يلزمنا نفك وما بناتهم من خلوهم شي يجيون في نفس الوقت واليوم الواجب الوطني يدعون الأزمة السياسية يلزمنا تتحل في أسرع وقت ممكن واللي باش يتنازل ذاك هو البطل من عليه أن يتنازل يتنازل فاتجاه ماذا ساعة خل نفهم عبلتي في المكي فيما تفكر فيش يفكر عبلتي في المكي أنا نفكر فالناس تقضى مع بعضها أحنا لينا مش ندعي وربي نقوله يا ربي صلى للناس تقضى مع بعضها يعني الآلة اللي تتفاهم بها الناس اللي هي النقاش والحوار ولينا أحنا نتمنى فيها باش ناس تقضى مع بعضها يا سيدي نقدم بعضنا نقول لي اشتحب قولي اشتحب خليني ربما نجم لبيلك الطلب من تاعك وأنا نقول لك اشتحب روى يا سيدي ابو بكر وتشوف فيها أزمة أغلبيتها مفتعلة الأزمة هذه أغلبيتها مفتعلة وقاعدة تصير أشياء لا تليق في البلاد بتوانس اللي عنا تاريخ دولة عريق ولي عنا تقاليد سياسية وتقاليد نيضالية وتقاليد دستورية مثلا عشو تكلم مثلا سيدي نعمل مع الجميع لاني على شنو على شنو أعطي الأمثل شنو معناها يعني نقول لك اليوم المحكمة الدستورية هل ما زال يختلف فيها عن زين باش نعملوا محكمة الدستورية ونتعدوا إلى ملف آخر أنا اليوم نقعدوا وتقل لي شنو عندك شنو ما عندك شوانو تصير اللقاءات يومية وأسبوعية بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة ويقعدوا ثلاثة مع بعضهم هل هذه أصبحت أمنية يعني أصبحتنا نتراشق بالإعلام وبالتصريحات يقعدوا مع بعضهم من أجل ماذا ماذا يدور كيف ما يفهم اليوم عنا وضعي انسيداد موجود انسيداد عنا انسيداد وانسيداد عوامل متضافرة معقدة جدا نعم عبل تيف الماكي كيف يفكك هذه الأزمة الخبيلة كيف شراع عبل تيف الماكي أنه البلاد نجم تخرج منها في وقت وجيز وبإمكانها في نفس الوقت أنها تحقق وتضمن استقرار بعد الخروج من الأزمة بتفاهمات أو كذا وأيضا تضمن الخروج من الأزمة المالية الخانقة والإفلاس المتوقعة شوف ربما باش نفاجأ كونفاجأ السادة المستمعين والمشاهدين أيضا والمشاهدين أيضا أنا أقول لك روه لو نحلوا مشكلتنا السياسية الأزمة المالية سهلة باش نحلوها علش على خطر أصدقائنا في العالم مستعدين يقفوا معنا الظروف موتيتنا وإحنا اللي قاعدين نقتلوا في الوحن اليوم يا سيدي ما ثم جوز كبير من الأزمة سياسية وهو اختلاف حول الصلوحيات وحول تأويل الدستور يا سيدي نعملوا المحكمة الدستورية نعملوا المحكمة الدستورية واللي تحكم لصالح الرأي متاعه المحكمة الدستورية على الظلين أمين ما للوشت عملت هي وبعدين نمروا إلى بقية الأشكالات أما أنا أقول لك اليوم الاتحاد العام تنسي للشغل باعتباره صاحب المبادرة الوحيدة وليهو مزال متمسك بها يجب أن يفعل المبادرة متاعه بمن حضر أنا مضبية تجمع الناس الكل الناس الكل لأنه هذا يكون الحل أقوى وأفضل للبلاد لكن إذا كان ثم من سيتمنع يخوي يخلي الناس الهب ويتفاهم ويخدموا على رواحهم وبناتنا انتخابات وبناتنا رأي عام ما نقعدوش يواقفين ونستهلكوا في الوقت والناس تتفرج علينا يجب أن يعرفوا التوانسة اللي 50% من التصنيف متاعنا متاع موديز اللي طيحنا في الدرجة هو الوضع السياسي هو الوضع السياسي يعني أنت ما عندك شي مخاطب اليوم العالم يقولك أعطيني مخاطب لتونس إيه تعملت في المكي قيادي بحركة النهضة أوكي معقول نعملوا المحكمة الدستورية واللي تحكم به ونعملوا الحوار الوطني وبمن حضر هذا كله أوكي كلام جيد لكن في الوضع هذا في وضع أنت تعرفوا اليوم مليح وتعرفوا اليوم أصبحت مسألة نفسيات تتحرك وتحرك الخيوط أصبحت مسألة نرجسيات تحرك الوضع حتى حد ما يحب يخرج من الوضعية هذه وكل واحد يحب يربح خطوة القداب ويقوله نتكلم على كل الأطراف لا ما هوش كل الأطراف أنا فيما يخصنا كأحركة النهضة قلنا مستعدين للحوار مستعدين للأخذ والعطاء لكن في نفس الوقت عنا واجب أنا ما نحبوش يحدث الفراغ شادين الحكومة ونخدمهم على الحكومة وندعمه في الحكومة إلى أن إلى أن يصير الحوار هدايا بمن حضر أنا نقول اليوم الأمين العام الاتحاد العام تونسي الشغل والمكتب التنفيذ الاتحاد يفعلوا المبادرة متحم وخذت الوقت الكافي باش تختمر وتتحدد منها المواقف بمن حضر لأن البلاد ما عاش نجل تتحمل خسارة المزيد من الوقت اليوم أو حتى كيف نحلو مشكلتنا مع البنك الدولي اليوم ما زال عنا اشتغال آخر على الأطراف الثنائية والمنظمات الدولية والأسواق المالية باش نوجدوا تمويل للميزانية متاعنا واللي باش يسمحنا نرسموا رؤية من هنا لألفين واربع عشرين وهي موجودة لكن نزيدوا ندقوها وفق الوافدين الجدد من خلال الحوار باش في أربع عشرين نقولوا لتوانسف ولا شفنا البود تونيل رفيق عبد السلام البارح قال بعض الواهمين ما زالوا يمنون أنفسهم باستيقالة الحكومة حتى يخلوا لهم الجو ويمدوا أرجو لهم بالمناورة والخداع ضمنكم الحكومة مستمرة وليوجد شيء في أجندة الحزام البرلماني استيقالة حكومة الاسم واستيقالة حكومة المشيشية أو حاجة من في هذا الأتجاه هل فكرة استيقالة حكومة المشيشية مطروحة؟ لا ماشي مطروحة أنا الاستيقالة متاع الحكومة ومثل ماشي عاقل يقول تستقيل الحكومة تم عملية سياسية لإسم الحوار الوطني تفضل يشاركوا فيها الناس ويطرحوا لأراء متاعهم ولا أحدا سيمنعهم من أنهم يطلبوا استقالة فلان ولا علان ويقع نقاش بطريقة معناها موضوعية لكن من غير هذا الحكومة مستمرة وتشتغل على الراحة شنية الباكيج جابلتي في المك إيجا نخم وإنتي نعرف كلك خممت وعش نجم تقول لي شنية الباكيج الممكن كنلقاوا من هوني كتلة الإصلاح تحط على الطاولة سحب الثقة من رجل غنوشي أو تطلب منه التفكير جديا في الاستقالة وكتلة الإصلاح هي فيها ثمونتاش النايب وتدعم الحكومة وربما فيها عدد قريب جدا من الحكومة وقريب أكثر من اللازم من الحكومة أقرب حتى من حركة النهضة يبدو لي أحيانا من الحكومة هذه وضعية الوضعية الأخرى الموجودة اليوم أنه أمامك ربما موقف منقسم أيضا داخل قلب تونس في نفس الوضع حيث تدرك هذه التوازنات جيدا تدرك هذه التوازنات جيدا في نفس الوقت رئيس الجمهورية يريد أن يكون طرفا في الحكومة القادمة ولا أعتقد أنه مهتم كثيرا بقانون المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية وكذا ربما ولكن يريد أن يكون طرفا في الحكم في المدة القادمة إذا كان صارت اتفاقة شنه الباكيج يجب أن يتعمل هل أنه استقالة رجل غنوشي جزء من الباكيج مقابلها ماذا يمكن أن يقدم هذا بكله اليوم مطالب التفكير فيه وبسرعة شوف استقالة رجل غنوشي إما تجي في الحوار تحب تحكي بالسياسة وكذا ومن باب التقدير يجل الحوار وحط تحب تقول ليس أسحب الثيقية لا تفضل أسحب الثيقية العريضة هذه اختمرت معناها الآن كما قلت قبل إندادها ولا يقرأوا في المدرسة كبروا ودخلوا ويقرأوا في المدرسة إذا تناجم تسحب الثيقية تفضل أسحب الثيقية بمنعك حتى واحد وإذا تحب تناقش من باب التقدير السياسي قلنا الكيجة للحوار الوطني وأعتقد أن الكتلة متاع الأصلاح عليها أن تكون أكثر وقعية وعليها أن تكون أقل تنكر للجوهد اللي تقوم بها حركة النهضة في شد أزر هذه الحكومة اللي هم عندهم فيها دور كبير شنية الباكيج عبتي في المدرسة الباكيج كما قلت لك الباكيج يتوجد من خلال الحوار عندما تعمل الجولة الأولى ويقدمون لك الناس طلباتهم بصورة رسمية لأن يتسربوا أن رئاسة الجمهورية تحب على استقالة الحكومة المشيشية لكن رسميين يقول لك ما قلناش أعطيني على توصيل نوردين تابوبي كان البرح مع رجل غنوشي في لقاء رسمي بالصور وكذا في مجلس نوبشع ما هي الرسالة التي ذهب بها نوردين تابوبي لم يلعام دي حاد عمتوسي شغل إلى رجل غنوشي رئيس البرلمان هي الرسالة حول تفعيل الحوار الوطني ووجد المساندة الكاملة من حركة الناد بل الدعوة إلى تعجيل تفعيل هذا الحوار الوطني بدون شروط مسبقة لم تكن هناك رسالة خصوصية ذهب بها أمس لا ماذا رسالة خصوصية وكانوا اللقاء كان فيه تنامخ كبير على مستوى الموقف حوار وطني بدون شروط مسبقة قد تحبط الحوار هل هذا ممكن في في أيام في أسابيع إذا صدقت معناها العزاء ممكن يكون في أيام وفي أسبوع وأسبوعين لكن اللي قاعد نشوفيها أنه كل واحد قاعد يتشدد ويتصلاب ونلون المواقف متاعه بدرجة أنك ما تعرفش علانة أرضية وواقف باش تنجب تحكي معاه بالوضوع هل فهمت الآن ماذا يريد رئيس الجمهورية من حركة النهضة لا هو ما حكيناش معاه كحركة النهضة ربما كانت تحت المبادرات أنه نطلب لقاء رسمي بيننا وبين حركة بين رئيس الجمهورية كحركة النهضة ربما لنتعرف لكن من خلال المواضيع المتسربة الآن هو موضوع الحكومة لكن نجموشي رئيس حكومة اقترحوا السيد رئيس الجمهورية أنا أحنا ما اقترحناش وقلنا يا سيدي نوافق عليها حكومة التكنوكرات تذكروا أحنا وحركة الشعب وطيار الديمقراطي قلنا ضد حكومة التكنوكرات ولكن عندما يشكلها حكومة التكنوكرات حركة النهضة قالت مصلحة البلاد تقتضي باش نعطيها الثقة بانتظار ربما تطورات إيجابية والأخرين ما حابوش يعطوها الثقة إلى الآن ولذلك يعني أعطيني عليش غيرت موقفك منه نقعد وقول لي عليش غيرت الموقف منه نقول نحبه واستقيل وعليش غيرت الموقف منه ربما نلقى منطق في الموضوع هذيك عليش نقول السياسة ما تتعملش عبر الإعلام وعبر الخطابات والخطابات المضادة السياسة تتعمل عبر الجلوس ليس واردا في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية فضلا عن البحث في شروطها هذا كلام ثم كلام دار ثم كلام دار نحن لها دعاة حوار ونحب المرحلة هذه يطغى فيها الدعوة إلى الحوار ومناشي من هوات أنا نعمل عفافة للبلاد مناشي من هوات ردود الأفعال في التعامل مع البلاد رغم كل ما نسمع فيه من خطاب متجنج توجهنا من سب من شتيمة من اتهامات نحن قاعدين مسكين أعصاب لأننا نعرف اللي عنده حجة حقيقية وقوية يكون لأكثر هدوءا لو ما فمش حوار لو ما فمش حوار ماذا تتوقع عبد الفي المكي أن يحدث كنا نتكلم ولا أزمة سياسية ستستفحل أزمة مالية شبح الإفلاس كل الخبراء الاقتصادين يتكلموا عن جويليا كل الخبراء الاقتصادين هو أعلان عدم القدرة على تسديد الديون وحسابات واستيراد القمح والمحروقات باش الضوء يمشي والكلار هي سهلة الخبراء سهلة باش يعرفوا لأن حسابات يحسب الوردات ويحسب المصاريف ويقولك الدفرينسة عندك باش تغطي مصاريفك وما عندك دونكية مايش حاجة صعيبة زيارة الأستاذ راشد إلى قطر كانت في اتجاه هذا في اتجاه أنه توجد مخرج مالي وإن شاء الله فهم بوادر نجاح لكن الجانب الفني يجب أن تكفل به الحكومة وفدنا الآن اللي في واشنطن إن شاء الله المهمة متاعه يعني تكون نجحة وخاصة تدخلوا طوال الآن في نقاشات الفنية أنا نقولك لابد أن يكون هناك حوار السؤال من سيشارك فيه السؤال من سيشارك في هذا الحوار إن شاء الله تكون تشارك الناس كل الأساسي ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات إذا كان ثم جيها ما يشمش تشارك أعتقد أنه استنينا برشة يلزم نمروا إلى الحوار بمن حضر ونتخذوا فيه إجراءات تقوي وضع الحكومة تقوي قدرات البلاد على مسك الملفات متاعها ترجمة نانسي قنقر